موقف القوى الناشئة الخارج البرلمان أعتقد كان أبرز موقف هو موقف حركة وعي اللي اتخذ اليوم والذي أعلننا من خلال مقاطعتنا الانتخابات القادمة الغياب ضمان نزاهتها لأنها انتخابات فصلت وفق قانون جاء على مقاس قوى السلطة دون مشورتنا ودون إشراكنا ودون الأخر برأينا وكذلك أنه قانون تحدى رغبة وكثرة إرادة الشارع العراقي أيضا تجاوز قناعة المرجعية الدينية في النجاح فنحن الآن مقاطعون ومعارضون لطبقة الحكم لا نشترك في قوانينهم ولا نشترك في معادلتهم وسوف لن نخوض الانتخابات في ظل وجودهم بالسلطة وتحكمهم بمعادلة مفوضية الانتخابات السيد مقتدر الصدر هو صائم سياسيا وليس معتزل سياسيا لا أتوقع أن الصمت الصدري سيطول فترة أطول خصوصا أن ملامح الهيمنة السياسية التي كان يرفضها التيار الصدري باعتبارها تيار ناطق وليس صامت وهو تيار آيدلوجيا مبني على قناعة وهوية الحوزة الناطقة عودنا بأن صمت لن يطول أمام غطرست يعني استبداد وتمترس القوى الفاسدة والمهيمنة على السلطة لا شك نرتق بعودة قريبة للتيار هل هذه العودة قد تكون من خلال الشارع أو من خلال خطوات سياسية قد تكون عودة أعمق من المطالبة بمراجعة قانون الانتخابات لكننا بالنهاية نراهن على وجود كفاعل اجتماعي قوي نتقارب مع أهدافه ورؤيته فيما يتعلق بتصحيح النظام السياسي وتغييره إلى نظام شبه رئاسي إنهاء معادلة التجربة النيابية الفاشلة التي تحكمها التوافقية المزيفة وهي بالنهاية توافقية تتحكم بها مساحة من الأحزاب أو مساحة الأحزاب التقليدية الفاشلة على مدار عشرين عام قول تحالف السلطة تجاسر المرة الثانية على المرجعية الدينية أيضا كسر إرادة الشارع بتمرير قانون سيء الصيد باعتمد على طريقة تقليدية تخدم مصلحة وجوده في السلطة وهي طريقة سانتليغو وكذلك اعتماد المحافظة دائرة واحدة بالتالي هو يريد أن يرسل رسائل واضحة وصريحة للقوى الوطنية والناشئة ولعموم الشعب العراقي بأن المنافسة في الانتخابات محتكرة على أحزاب الأساسية في المعادلة السياسية لا خيار أمام القوى الناشئة سوى مقاطعة هذه القوى السياسية التقليدية في مجلس النواب إذا كانت موثلة بمقاعد نيابية عن القوى المستقلة والناشئة وكانت غير مؤثرة في عرقلة تمرير القوانين التي تخدم أحزاب السلطة وغير مؤثرة إلى درجة أنها غير قادرة على استجواب المسؤولين ومحاسبة المقصرين في هذه الحكومة التي تحمل مسؤولية تشكيلها الإطار وحلفاء الأولى بهم تقديم استقالتهم فورا وحفظ ما تبقى من موجههم خصوصا وأنما لاحظناه مؤخرا أن البرلمان لا يشكل حاضنة ضامنة لهم ملائمة لوجودهم بعد طردهم يوم أمس بطريقة بوليسية وعسكرية وبأوامر من رئيس مجلس النواب وتدخل العسكر إلى حرم رئاسة مجلس النواب اشتركوا في القناة